تحطمت طائرة شحن بالقرب من مدينة كافالا بشمال شرقي اليونان ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص كانوا على متن طائرة وأفادت مصادر إعلامية بأن أبخيرة سامة انتشرت في الهواء ناتجة عن المواد السامة التي كانت على متن طائرة دون أن تشير إلى نوعية تلك المواد فيما ذكرت تقارير إعلامية أن ذخائر كانت على متن طائرة أيضا حيث سمي عدوي انفجارات متعددة بعد تحطم